اوكي ايج كله يكون ايجا كنا يكون ايجا الاب الراهل المقيم زكريا تول مجال كيانا واحد منه زكريا جيد انجي ايجا يكايمي ايجا يكون بعد درج منطقة ناريان في تلاتة وتمانين اعتقد من قبل نانيا تو ناز فرتقو فيه تاسم واريان ماشر الدوائر وبالشهور ناز رجوع للمنطقة بعد مباشرة بعد ظهورت هذا الحركة الشعبية وجاء الشعب لتحرير السوداء فالمواطن البلا من المدينة السعية الذي رجع في وكده عمنا زكرياته المجاة طرع من منطقة مديرامي وجاء في مدينة غالرية وعتقد كان من عجل التجارة لعنواني شفت هو كان شغال في المجال التجارة زكرياتي في وكده اندو ايال ما شاء الله انما بحسبو ستة وسبعة بحسبوه كتير لانه وكان شايل ايال اخوه اخوان اياله برضو وده كان عدد كبير عيجنا ايام عشرة مع ايال لي اعتقد لما كنا هناك في منتصف تتمنينيات في رياض ان هناك اعتقدنا البيوت بالسقة حديث كان قائد فوقه بونيس فلما التورجون تمرت ومشي من بير فهم أنا هنا أخذنا بيور دي طبعاً كونكريت بيور كونكريت السكة حديدة نازل بيرفو النغاة تتنبى السودان وبيور السكة حديدة أنا هنا أخذنا المحلات وكان عمل الزكريا برضو قاعد معنا مع إيار كنا سوا هنا أعجد زهرة زوجت الأخ كونماليا دي هي كان من دون الهيارة مدينة في الحوش في القنبا لكنها كان عصغر سنة فأنا ما عرفت أبويت في عيام دي لكن عرفت الناس اللي كانوا كباراً مننا ولكن من جينا اتحولنا جينا خرطوم جينا عيشنا تانا فأنا بطول شوية والليل فأنا ما أعلموا على اللحظة لا زوجت الأخوات ثم من خلال الوخط المنجيوية والذي أعجد بطول شعر وشعر شعر أفهم ولكن لذي أعجد أتحولهم موسيقى بهاكه موسيقى الموسيقى فلطفاء كذلك كذلك لقد أشتري موسيقى كذلك ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر